للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من البقاع شرقي لبنان محمد فاضل موفد الغد محمد ماذا في تفاصيل هذه الضربات التي استهدفت المنطقة حيث أنت نعم كان هناك طيران إسرائيلي سمعنا بوضوح طيران إسرائيلي ومن ثم خرق الصوت طيران إسرائيلي وبعدها كانت هناك طائرات مسيرة وبعد دقائق بدأنا نسمع القصف الإسرائيلي كانت هناك ثلاثة ضربات على الأقل إن لم تكن أكثر لأن بعض الضربات كانت بعيدة جدا قصفت المناطق في البقاع وبالتحديد قصفت قرى بعلبك في البقاع الشمالي وخمسة غارات في بلدات البزالية في البقاع الشمالي وحوش بردي غرب بعلبك والنبيشيت شرق بعلبك ومفرق عدوس والرميلة أيضا وسهل سرعين هذه المناطق طبعا هي مناطق مأهولة بالسكان وبالتالي هناك حصيلة أولية قد وردتها من قبل الجهات الصحية هنا تفيد بأن على الأقل هناك ستة شهداء وثمانية جرحة تم نقلهم جراء الغارة الإسرائيلية التي حدثت في البقاع ما زلنا نسمع طبعا حتى الآن حزم صوت الطائرات المسيرة في البقاع وعلى ما يبدو أن مناطق البقاع كلها مستهدفة يعني ليس فقط المناطق التي ذكرتها حتى منطقة زحلة أيضا مستهدفة وبالتالي بعلبك ومحيط بعلبك كله مستهدف من قبل الطيران الإسرائيلي الغارات هنا تشن عن طريق الطائرات الإسرائيلية التي تخترق الأجواء اللبنانية وأيضا تقوم بعملية قصف لمناطق في البقاع الشهود العيان هنا قالوا بأن المناطق التي قصفت هي مباني سكنية لم يكن هناك أي تواجد لأي عناصر من الحزب الله أو حتى من القوات اللبنانية والمناطق التي قصفتها كانت مناطق مدنية وأيضا البيوت التي تم قصفها هي بيوت مدنية وبالتالي هذا الأمر ربما مؤشر يعني خطر أن تكون هناك حرب أو جبهة مفتوحة أخرى في البقاع على غرار جبهة الجنوب وأيضا مناطق الضاحية في بيروت نعم إذن الاسهدفات لمدنيين في المناطق التي ذكرت في البقاع شرقي لبنان لكن الحديث عن عمليات وجهود الإنقاذ هل يمكن الوصول إلى تلك المناطق في ظل أجواء الحرب هذه؟ نعم في البقاع طبعا نحن شاهدنا بأم عيننا كانت هناك سيارات الإسعاف تهرأ إلى منطقة الحادث لكن ربما طول المسافة لوصول سيارات الإسعاف في تلك المناطق هي من ربما تجعل الأمر ربما صعب على الأهالي الذين قصفوا جراء هذه الغارة الإسرائيلية لكن شاهدنا أيضا شاهدنا سيارات إسعاف كانت تهرأ إلى منطقة القصف وشاهدناها حين عادت لكن كانت بعيدة جدا إضافة إلى ذلك المنطقة يعني حتى وإن كان هناك جهد طبي لكن المنطقة ليست ذات جهد طبي كبير وبالتالي قد تحتاج إلى جهد أكبر بالنسبة للجهد الطبي الموجود هنا وهذا أمر ربما متعب للبنانيين لأن الكثير من المناطق الأخرى كان فيها خروج المستشفيات وبالتالي هناك يعني ضغط على جهد الطبي في لبنان عموما نعم حازم أشكرك جزيلا شكر موفد الغد كنت معنا من البقاع الشرقي لبنان محمد فاضل شكرا جزيلا شكرا جزيلا